أهلاً أحبائي من جبل سهيون من منطقة كنيسة صياح الديك أريد أن أتكلم عن يسوع والروح القدس واضح جداً أن الروح القدس له عمل خاص ومتميز في حياة يسوع المسيح يسوع المسيح في الناصرة وقف في المجمع وقال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين وطبعاً في نبوة إشعياء إصحاح 11 والآية الأولى والآية 2 مكتوب يخرج قضيب من جذع يسا في آية 2 مكتوب ويحل عليه روح الرب ويحل عليه روح الرب حتى يحنى المعمدان شهد ليسوع المسيح عند المعمودية قال إني قد رأيت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وهذه كانت بداية خدمة يسوع المسيح والتلاميذ اللي عاشوا مع الرب يسوع المسيح اختبروا حضور الروح القدس في حياة يسوع لما كتب بوحي من الروح القدس الرسول بطرس قال يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيراً ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس لأن الله كان معه فإذن الروح القدس هو شخص وشخص حقيقي واحد في الثالوث القدوس نرى الروح القدس من بداية الخليقة عندما قال الكتاب في البدء خلق الله السماوات والأرض بعدين بيستكمل يقول وكان روح الرب يرف على وجه المياه وفي آيات أخرى نرى عمل الروح القدس في الخلق ثم نرى دور الروح القدس في ولادة يسوع المسيح من عذراء عندما زار الملاك المطوبة مريم العذراء قال لها يعني لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع عندها سألت مريم وقالت للملاك كيف يكون هذا؟ وأنا لست أعرف رجلاً أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله حتى في زيارة مريم لأليصابات ارتكد الجنين في بطن أليصابات لأنه مكتوبك عن يحنى مملوء من الروح القدس امتلأ من الروح القدس في بطن أمه فواضح أنه ارتكد الجنين وقالت لمريم من أين لي أن تأتي أم ربه فمنشوف الروح القدس دوره في حياة يسوع المسيح إلى مجيء المسيح ثانية واحدة في آخر الآيات في رؤية 22 مكتوب الروح أي الروح القدس والعروس أي الكنيسة بتقدم دعوة يقولان تعال من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا فمنلاحظ أنه دور الروح القدس من الخلق لولادة يسوع إلى مجيء المسيح ثانية فنرى أنه الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله ولكن إله واحد كما تؤمن الكنيسة المسيحية خدمة الروح القدس مكتوب هو يمجد المسيح ويمكث في حياة التلاميذ أو مع التلاميذ إلى الأبد والجدير بالذكر أن يحنى المعمدان وعد يعني بنبوة أنا أعمدكم بماء لكن تنبأ عن يسوع هو يعمدكم بالروح القدس والنار فالروح القدس كان ظاهر واضح مهم جدا في حياة التلاميذ أيضا مثل ما ذكرت الروح القدس هو شخص واحد في الثالوث القدوس لأنه شخص له عقل وله إرادة وله قدرة وله محبة إلهية يفحص كل شيء حتى أعماق الله ويفحص ويفهم قلوبنا نحن أيضا ولأنه شخص مكتوب لا تحزن روح الله الساكن فيكم أو لا تطفئ الروح أو لا تقاوم الروح أو لا تجربوا الروح وهكذا أحباه أو امتلئوا بالروح لأنه شخص بيتكلم عنه أو لا تجدف يعني فيه ناس بتجدف على الروح القدس فالروح القدس له الصفات الإلهية مكتوب عنه أنه بروح أزلي أو الروح الأزلي له نفس الصفات الإلهية والأعمال الإلهية والقدرة الإلهية لأنه واحد في الثالوث القدوس نرى الروح القدس مثل ما شفنا في الخليقة نرى الروح القدس في العناية الإلهية نرى الروح القدس في ولادة يسوع المسيح ونرى الروح القدس كلي الحضور في حياة يسوع ويسوع استخدم كل مواهب الروح القدس في خدمته وفي حياته نرى الروح القدس أيضا كلي القدرة كلي الحضور كلي المعرفة في كل زمان وفي كل مكان نرى عمل الروح القدس في الخلق في التجديد بالروح القدس والتقديس ونرى عمل الروح القدس في الإلهام والوحي لكتاب الكتاب المقدس اشتركوا في القناة